السلام عليكم ورحمة الله معكم على بادي جيمي ويوجدكم فيديو جيد عن سلايم إيسي كاي مموريز اليوم راح نلعب مرحلة اللي هي سورينغ وينز اللي هو ثانين الرياح بقى خلينا نشوف شون راح نقدر نختمه لها طبعا هو أفضل أفضل شخصيات اللي هو السباس بس رنقة بصراحة ما عم يضرب قوي كتير مشان هيك بقى حطيت شخصية ريمورو وحطيت سوي سوي لأنه عنده حركة بشي للبويزين لأنه ضدنا بيعمل بويزين وحطينا الرياح لنضرب نعمله سان أول لفة بعدين بنزل مكانه أقوى شخصيات عنه اللي هي حاليا بني مارو فقا لنشوف أنه بني مارو كان عم يعمل الزي رانقة كان بحدود الخمسمية أو ستمية وسوي اللي هو عكس لونه ومعلي بروتيكشن عم يضرب كان بحدود تسعمية ثمانمية فقا مشان هيك لما شفت أنه حطينا كرتين بنفسجيين أو شخصيتين بنفسجيات حطيت شيون معاها يا رب تصبت ما زبطيت نعمل هيك 50% أخر مرة أو بالضع بجربة لحتي تصبت لا ما زبط اذا ما عملنا الاسطان و بعدين نجرب الاسطان اذا ما ضبط الاسطان نلعبت حدر و ما ضبط اه ضبط الاسطان هلأ في حدا عنده ثلاثة لاغ اللون الأصفر لأنه هلأ رح يشيلوا اللون الأصفر رفو ثلاثمية ممتاز هلأ باب نضرب ثلاثة تريمورو هلأ الأفضل نعمله هون هلأ باب نشوف الدكريس بالضبط معناها أعتقد اللفة الثانية يحسن اللفة الأولى اللفة الثانية يحسن اللفة الأولى اللفة الثانية يحسن اللفة الأولى أكثر للأصفر اللفة الأولى هلأ هو صح الأصفر ما شاننا ياهوا هذا شي جيد آآــــــــ بنعمل هيك حسن صراحة ما بدنا يا هلا هاي بنعمل هيك هلا بنرفع للتاك تبعنا وبنضرب للضربات اعتقد كان الحل الأفضل أنه نعملها بلفه التانية من هيك اتاكنا هلا كتير تير نازل اتاك نعملها بلفه التانية معناها مئة بالمئة للفه التانية أحسن صح لفه الأولى رح يعملنا بويزن بس مو مشكلة معنا سوي بشيل البويزن هلا رح يعمل التاكد نعمل التاكد مرة تانية نزل له دفاعه ونرفع دفاعنا نعمل هيك اربعة تربة سبعمية وبنطبق اتاكد نعمل هيك اتاكد اتاكد نعمل هيك نعمل ولا بلاحة وظنحيا لم نموت بدأ البنمارو بدأ البنمارو نرفع نعمل ألتين كمستلاف ممتاز ومعناها طريقة ستند لن يقوم بها ستند هذه اللفة الثامنة يقوم بها ستند نتذكر أن الثامنة يقوم بها ستند نعمل هذه الأشياء أعتقد الآن ولا كلا تعالي الشيء ها كاونتر كمان بنشيل البويزين ونرجع بني مارو اولا نحاول لدونتين لا تعال هاك بنجيب البني مارو هاك فالصين هلا بنعيدها بس بنحاول باللفة الثانية نعمل لفستان مو باللفة الأولى ونشوف الفرق ونشوف الفرق معناها باللفة الأولى بننزل بننزل بدال أليس بننزل بني مارو ونضرب ثلاثة الصفر لأنه هلأ الصفر هو رحيل عنهم ونضرب ثلاثة الصفر لأنه هلأ الصفر هو رحيل عنهم بننزل بني مارو بننزل بني مارو ونحاول نعمل الثاني ونعمل لفستان منيح ونضرب بني مارو ونضرب ثلاثة الصفر هو رحيل عنهم ونضرب ثلاثة الصفر ونضرب ثلاثة الصفر ونحاول نعمل كومبو كامل ونجيب بلتي سعادة ونجيب بلتي سعادة ونحاول في مارو هلأ كثير من هذا الشيئ رحيل يجب أن نعمل ثلاثة الصفر هلأ همممممممممممممممم بننزل بني مارو نضرب ثلاثة الصفر ثلاثة الصفر تشعادة الصفر أربعة ألاف سبعة ألاف سبعة ألاف هذا ديشح يسوي كريت سبعة ألاف وإنه ضربك سوف يجلب بلتي بس سوف نضربك سوف نضربك نزل دفاعه سوف نضربه خالصا هذه العب تخيل بشخصيتين جلسان رجالة واوو اوو تنتين يا أفوالله قز لا تصدر معنا الرغصيات انظروا معها حدوثنا هذه تنتين جونه وهو سهولة ومن ثم سهولة بصراحة حاليا عارضا اكتر واحدة من زجاجة بس بها خلصنا الفيديو او اعجتكم سامتاتو في الاسم عام لك الفيديو شكرا عمي بخير لك شكرا جديد بالنوم شكرا بالفديو و اشكرا بالفيديوهات ثانية